قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021 أشار مدبولي في التقرير إلى أن السياسات التي انتهجتها الحكومة لسيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر 2016 قد أسهم بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا كما أكد مدبولي أن الحكومة حرست من خلال برنامج عملها على إلاء القطاع الصحي جانبا كبيرا من الاهتمام والجهد المبدول من عكس بالشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفته في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية ترجمة نانسي قنقر